أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي في تصريحات لتلفزيون المصرية أن المزيد من تخفيض قيمة الجنيه لن يكون مفيدا بالنسبة للاقتصاد المصري والمصريين كما شدد على أن القيادة السياسية مهتمة بتخفيف الضغط على المواطنين من خلال تقليل حجم التضخم النهاردة كنا في جلسة تخصية في الحوار الوطني نتكلم عن الغلاء والتضخم وكيفية مواجهة التضخم حتى نخفف الأعباء على المواطن البسيط والطبقة المتوسطة في مصر في هذه الحالة وده كان مصار اهتمام القيادة السياسية في أنها أي سياسة تؤدي لمزيد من الأسعار وتموث الأمن القومي في هذه الحالة لابد من التوقف عنها وده طبعا أشار إليها في مؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بصرف النظر عن أي كانت نوع السياسة في هذه الحالة خاصة أنه نحن عارفين أنه كمان تضخم سببه مهم جدا من الأسباب المهمة وهي أنها نضرف النقد الأجنبي بامتياز ولذلك خفضنا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ثلاثة مرات مرة في مارس ومرة في أغسطس ومرة في يناير العام الحالي وبالتالي مزيد من التخفيض لن يكون مفيد بالنسبة لإقتصاد مصر والنسبة للمصريين لأنه ممكن يأثر على النسيق الاجتماعي وقد يؤثر على يمس الأمن القاومي ترجمة نانسي قنقر